موسيقى أهلا بكم في الحلقة الأولى من أنتم أونلاين في عام 2021 كل عام وأنتم بخير في حلقتنا اليوم نستعرض الفروق في الاحتفالات بليلة رأس السنة بين العام الماضي والعام الحالي ونرصد أراء المتابعين حول موضوع المناجمين وتوقعاتهم في أنتم أونلاين رجل الميدان هكذا يصف الإيرانيون الشهيد قاسم سليماني وما رأي البريطانيين بخروجهم رسميا من الاتحاد الأوروبي هذه المواضيع وأكثر نرصد تفاعلاتكم معها مع زميلتي غادة سعد غادة أهلا بك وكل عام وأنت بخير مرحبا أحمد كل سنة وأنت بخير والمشاهدين بخير كمان سنبدأ من احتفالات رأس السنة التي أتت مختلفة هذا العام فبينما سجلت بعض المظاهر في مدن مختلفة غابت هذه المظاهر في مدن أخرى صحيح هذه السنة مشاهد الاحتفالات كانت خجولة وباهتة نوعا ما هناك شوارع تدنى أن تكون مقتضة بالمحتفلين بليلة رأس السنة إلا أن هذه السنة بسبب جائحة كورونا كان الأمر معكوس البداية من الولايات المتحدة الأمريكية ساحة تايمز سكوير المشهورة بأنها دائما تكون مقتضة هذه الساحة التي لم تخلو يوما من المرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أشار الناشطون إلى أنها خالية من أي أجواء احتفالية هذه السنة هذا الحساب أيضا شارك صورة لتايمز سكوير مع الإشارة أحمد إلى أن هذه المدينة كانت من أكثر المناطق تضررا جراء فيروس كورونا حيث توفي في هذه المدينة أكثر من 25 ألف شخص أيضا في ساحة تايمز سكوير كانت الاحتفالات العام الماضي كما ذكرت غدا مختلفة أكثر من مليون شخص احتفل في هذه الساحة تحديدا وزعوا على أكثر من 20 مبنى ولكن هذا العام كما نشاهد في هذه الصور حضر بعض المئات من الأشخاص ومعظمهم يعملون في الخطوط الأمامية الأمر لم يكن مختلفا كثيرا في العاصمة الفرنسية باريس احتفالات خجولة خصوصا في شارع الشانزيليزي المعروف حيث عادة ما يحضر ألاف المحتفلين في رأس السنة الجديدة ولكنه ظهر كما نشاهد مهجورا بسبب فرض حظر تجول لاحتواء انتشار فيروس كورونا ومن القارة الأوروبية ننتقل إلى أستراليا التي احتفلت من أولى القارات التي احتفلت بالعام الجديد سجلت مقارنة بين الاحتفال في سبني مثلا بين عامي 2019 و2020 كما نشاهد الفارق بين هتين الصورتين فارق كبير أيضا الناشطون شاركوا صورا من برلين مثلا هذا الناشط أو هذا الحساب يقول أن بوابة براندنبورغ والتي هي رمز المدينة كانت فارغة من الاحتفالات الصاخبة وكتب هذا الحساب أن هذه البوابة يجد الاحتفال من خلال تقنيات الزوم هو احتفال اقتراضي في ليلة رأس السنة وننتقل إلى وهان أحمد وهان ربما الكل كان يترقب كيف ستحتفل وهان هذا العام برأس السنة كانت فعلا مفاجأة بالنسبة للجميع من تبع مشهد الاحتفالات في هذه المدينة التي كانت بؤرة لتفشي فيروس كورونا في بداية 2020 وتحولت نوعا ما إلى مدينة أشبح إلا أنها هي اليوم تحتفل بختم سنة 2020 هناك اقتضاظ ومشاهد احتفالية على عكس باقي الدول حساب آخر تحدث عن وهان هذه الناشطة سألت في هذا الفيديو وعلقت كيف حققت وهان هذا الإنجاز من دون اللقاحات في مشهد واضح لعدد الأشخاص الذين يحتفلون وربما هنا تجدر الإشارة إلى التعاون بين المواطنين والسلطة في إطار مكافحة كورونا والالتزام بالمعايير المطلوبة ربما أيضا من بين التعليقات على السوشيل ميديا مثلا هذا الناشط شاركة صورة أجرى فيها مقارنة بين تايمز سكوير ووهان في ختام سنة 2020 المفارقة في الاحتفالات من الصين والاحتفالات نتقل إلى الدول العربية ولبنان مثلا الذي يسجل ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بفيروس كورونا أقيمت بعض الحفلات الغنائية وتم مشاركة مقاطع فيديو لهذه الحفلات على وسائل التواصل الاجتماعي ولقت انتقادا كبيرا مثلا أحد الناشطين يقول هذا الحفل يمكن أن يتسبب وحده في ألاف الحالات مما يتسبب في المزيد من الوفيات فهذا أمر غير مسؤول أما في مدينة ستراسبورغ الفرنسية فبدأ الأمر مختلفا حيث تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف وأضرم المشاغبون النار في حوالي ثلاثين سيارة في هذه المدينة وتداول الناشطون فيديو لهذه التظاهرات وأيضا أعمال الشغب سننتقل إلى لبنان أحمد على الرغم من تحذير السلطات اللبنانية والأمن الداخلي والدعوات الموجهة إلى الناس بعدم إطلاق الرصاص الطائش ابتهاجا بليلة رأس السنة إلا أن هناك بعض الأفراد الذين لم يلتزموا بهذه الطلبات أو الدعوات وقاموا بإطلاق الرصاص الطائش وهو ما أدى الأمر إلى سكوط عدد من القتلى والجرحة فضلا عن إصابة طائرة حديثة تعود لشركة الطيران الشرق الأوسط جراء الرصاص الطائش كما ذكرنا أحمد كان هناك حملة على السوشال ميديا لكوى الأمن الداخلي في هذه التويت ذكرت كوى الأمن بالأمس بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية وما يرافقه من احتفالات تطلق كوى الأمن هاشتاك طائش بس بتصيب من ضمن حملة للتحذير والتوعية من مخاطر إطلاق النار العشوائي وما يمكن أن ينتج عنه من إصابات وضحايا في هذا الإطار نشرت كوى الأمن فيديو تحذيري حول موضوع رصاص الطائش مستبع في عداء الفيديو رصاصة واحدة بلحظة فرح أو غضب كفيلي أن توقف نبض وتنحية ناس قراب منك كرميل هيك ما تكون سبب بتوقيف نبض هذه الحملة التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي للأسف لم تردع المواطنين إطلاق الرصاص في الهواء في عادة ليست محصورة فقط في لبنان وإنما في العديد من الدول وهذا ملاقى رد فعل غاضب كبير من قبل المغاردين يقول مثلا لؤي في لبنان يحذرون من إطلاق النار وتساقط الرصاص وفي ألمانيا ممنوع المفرقعات النارية فيما قالت خولة لماذا هذا إطلاق الرصاص إنه ليس تعبيرا عن الفرح هذا سلوك منحدر همجي عشوائي والأموال التي يجري تطيرها في الهواء ما وضعها مش كانت بالست حاجات أشخاص بأمس الحاجة إليها خصوصا في الوضع الاقتصادي الذي يمر به اللبنانيون كان الأولى بدل إطلاق الرصاص في الهواء مساعدة ربما المحتاجين وأيضا عمر شارك هذا الفيديو لإطلاق الرصاص في الهواء كما نستمع لبعض الرشقات التي أرعبت المواطنين في بيروت وفي عدد من المدن اللبنانية أيضا في نفس الصياق على فيسبوك نسريان شاركت فيديو آخر وعلقت بالقول سقوط عدد من الإصابات جراء الرصاص الطائش الذي طال مئات المباني السكنية في عدد كبير من المناطق اللبنانية لسيما في ترابلوس وبعلبك وبيروت الأصوات التي نسمعها تحس أن البلد بألف خير وكأنه في كثير ناس عايشة من وراء المساعدات وأسفت أن في الوقت الذي نمر بضائقة اقتصادية هناك من يصرف الأموال من أجل شراء الرصاص في لبنان أيضا لم يكن مقتصر فقط على الأخبار السيئة هناك نافذة أمل فتحت منذ انفجار المرفأ في أربع آب مريضة كانت منذ هذا الانفجار دخلت في غيبوبة ولكنها مع بداية العام الجديد استفاقت فشكل الخبر بارقة أمل لدى المغردين وبالطبع لدى عائلتها زينب نشرت صورة لليان وطفلها وقالت نبدأ العام الجديد بخبر جميل لليان التي رقدت بغيبوبة جراء تفجير الرابع من آب استفاقت اليوم من غيبوبتها أما ميساء فنشرت الصورة وقالت رسالة كل عام لا تفقد الأمل يوما مدام الله موجود إن الله معنا وهيك منبلج سنة بخبرية حلوة لليان ستقوم أيضا هذا الحساب نشر صورة لليان وكتب خمسة أشهر بعد انفجار مرفأ بيروت لليان شعيته تستيقظ من الغيبوبة الحمد لله خبر حلو مع بداية السنة الجديدة وهذا الناشط كتب صباح 2021 خلق الأمل لليان شعيته ظهرت لتجيب هدية لزوجة بعيد ميلاده ونصابت بجريمة مرفأ بيروت ودخلت بغيبوبة اليوم فئت وطلت عدنة من جديد وكانت هي الهدية فعلا خبر شكل فرحة لدى المتابعين نتمنى الصحة الكاملة لهذه المواطنة في الأيام المقبلة هذا العام أو العام الماضي لم يعد هذا العام عام 2020 كان عام التطبيع للأسف بامتياز سجل التطبيع مع العديد من الدول بدءا من الإمارات البحرين ثم السودان والمغرب صفحة إسرائيل بالعربية اختارت أن تعيد متابعيها مستخدمة أعلام هذه الدول مع عبارة وداعا 2020 عام السلام عام السلام بالنسبة لهذه الصفحة ولكن المغردون ردوا على هذه المعايدة الخبيثة فؤاد مثلا قال يا فرحة المختصب بالسلام مع إخوان المختصب هذا الحساب رد على صفحة إسرائيل بالعربية وكتب مزبلة التاريخ فيما كتبت مريم عام التصهي والعار هذا الحساب بدوره كتب فعلا وداعا عام السلام لأن الأعوام المقبلة ستكون نهاية دولة إسرائيل هناك ظاهرة تتكرر مع بداية كل عام يحتل الشاشات عدد من المنجمين بعض المواطنين يتأثر بهذه التوقعات والبعض لا يعير أبدا أي اهتمام بهذه التوقعات نحن وجهنا سؤالا إلى متابعين عبر المنصات التابعة للميدين على وسائل التواصل الاجتماعي من أين يأتي المنجمون بتوقعاتهم التوقعات هل هي حدث فعلا كما يروج لها المنجمون أم يعتمدون على معلومات يستمدونها من أماكن مختلفة طبعا الكثير من الإجابات وصلتنا تحت هاشتاج أنتم أونلاين اخترنا منها هذه التغريدة مثلا ديميسة التي تقول أغلب التوقعات تعتمد على متابعة الأخبار ومتابعة عدة محللين مما لديهم مصداقية ومقاطعة هذه التحليلات وبعض التوقعات تأتي من الاجتهادات الشخصية وهي غالبا مبهمة بحيث أنها تحتمل عدة تفسيرات وجزء من التوقعات مدفوع القيمة ولا يؤثر كثيرا على مصداقية المنجم لأن النسبة تكون بسيطة أما هذا المغرد فيقول أن التوقعات ليست حدسا بل هي معلومات مستمدة من جهات عدة لها مصلحة أن يتقبل الناس ما سيحصل وكأنه قضاء وقدر مكتوب ومن جهة أخرى تحديد هذه الجهات ردود أفعال الناس تجاه ما ينون القيام به حسب الخطة من بين الإجابات أيضا على سؤالنا التفاعلية مصطفى يقول أو يرى أنها مجرد تكهنات في حين هذه كتبة مهما كانت مصادرهم الداخلية والخارجية تبقى توقعاتهم تستند لجهل وغباء من يصدق هذه التوقعات وينتظرهم بفارغ الصبر من سنة لسنة ولبعض وسائل الأعلام التي تفتح لهم المجال لتفريغ مضمونهم الفارغ في مثل ظروفنا الرهنة مع هاشتاغ أنتم أونلاين أما زينب بدورها كتبت كل حد بنجم هو موظف لدى جهاز مخابرات لدولة معينة أما علي فاختصر كل هذا الموضوع بهذه التغريدة وقال كذب المنجمون ولو صدقوا بعيدا عن نوع المصدر والدليل ربما عام 2020 الذي فاق كل التوقعات حرفيا أما التغريدة الأخرى التي اخترناها مع هاشتاغ أنتم أونلاين استخبارات متنوعة المصادر والدليل لقاءاتهم المتكررة والسرية بالمسؤولين من بين التعليقات أحمد التي رصدناها اليوم على السوشيال ميزيا مع بداية اليوم الأول من 2021 ربما الناس لم يشعروا بتغير معين في حياتهم مثلا مارك كتب أنه شارك هذه الصورة وقال عندما أدرك أن شيئا لم يتغير عند منتصف الليلة مع حلول عام 2021 في حين حسين شارك هذه الصورة لإضاءة مصبح في ضوء النهار وكتب يوم جديد من الهدر نحن سنتابع الجزء الثاني من أنتم أونلاين غدا لهذا اليوم ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من أنتم أونلاين مرد ميدان أو رجل الميدان بهذا الوصف والتعبير استذكر الناشطون والمغردون في إيران وعدد من الدول الشهيد القائد قاسم سليماني في الذكرى الأولى لاستشهاده حملة افتراضية تزامنت مع أحياء عدد من قادة محور المقاومة وممثلي في أحياء ذكرى القائدين الشهدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في تهران مثلا غدا نشر مهدي هذه الصورة من تشييع الشهيد سليماني العام الماضي مع عبارة الحشد نفسه سوف يحرر القدس قريبا أما هذا المغرد فنشر وقال في مثل هذا اليوم من العام الماضي بطل عظيم كان المعنى الحقيقي للإنسانية والحرية اغتيل في مطار بغداد من قبل الشيطان المسمى ترامب أيضا هذا المغرد ويدعى بابو نشر صورة للشهيد قاسم سليماني مع عبارات بالفارسية وقال إذا كنت تبحث عن مسلم حقيقي انظر إلى الجنرال سليماني ذكي وشجاع عند محاربة الإرهابيين والطغاط وفي نفس الوقت طيب القلب وداعم للمظلوم هذا ما يجعله بطلا حقيقيا تحت هاشتاج رجل الميدان كتب طاها على تويتر لا تملك الولايات المتحدة القوى للقضاء على خصومها في ساحة المعركة لطالما كان الأمريكيون يخشون مواجهته لذلك اغتالوا خصمهم وهو غير مسلح أيضا أمير كتب كان الجنرال سليماني الرجل الذي أوقف أكثر الجماعات تدميرا وخطورة في العالم في إشارة إلى داعش الولايات المتحدة باستشهاد الجنرال سليماني ساعدت داعش كما كان من قبل هذا فضلا عن ألاف التغريدات التي نشرت صورا للشهيد سليماني في ساحات مختلفة وأعادوا نشر مقاطع فيديو للشهيد في مناسبات عدة مع هاشتاج مرد ميدان يذكر غادة أن قناة الميدان مستمرة في تغطيتها الخاصة بعنوان جدارة الحياة وشهادة العلا والتي بدأت يوم الأحد الماضي بحوار العام مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وهي ستمتد على مدى أسبوعين حتى يوم الأحد في العاشر من هذا الشهر وبالتالي يمكن لجميع المتابعين إيجاد مواد متنوعة حول هذه التغطية على موقع الميدان إلى بريطانيا أحمد أخيرا فعلتها بريطانيا وخرجت رسميا اليوم وبشكل كامل من الاتحاد الأوروبي بعد 28 عاما من السوق الموحدة بداية سنشاهد هذا الفيديو للميادينكو اشتركوا في القناة الناشطون لم يعجبهم هذا الأمر وتحديدا في بريطانيا وتحت هاشتاغ البريكست واقعا ولا نزال أوروبيين غرد الناشطون على السوشال ميديا لما تحملوا هذه الكلمات من معاني مثلا هذا الحساب شارك هذه الصورة وهذه الصورة تمثل النجم الموجودة على علم الاتحاد الأوروبي وعلق هذا الحساب بالقول هذا هو نجمنا الثمين أما المتحدث باسم الشؤون الأوروبية ني بريتشموند يقول وهكذا مع انتهاء الفترة الانتقالية كل ما تبقى لأقوله لزملاء الأوروبيين في المملكة المتحدة هو على حد تعبير المغنية والممثلة البريطانية فيرالين سنلتقي مرة أخرى إسياء كبير في صفوف البريطانيين من هذه الخطوة عبروا عنه على وسائل التواصل صحيح ولكن في المقابل كتب ديفيد فروست وهو مستشار لدى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون كتب على صفحته أصبحت بريطانيا للتو دولة مستقلة تماما مرة أخرى نكرر شؤوننا بأنفسنا أندرو يقول مستندا إلى ماكرون الرئيس الفرنسي ماكرون يقول ماكرون على حق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو وليد للكثير من الأكاديب والخدع ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطوة لافتة قم بها رئيس الوزراء البريطاني والد رئيس الوزراء البريطاني ويدعى ستانلي جونسون ستانلي أراد أن يبقى مواطنا أراد أن يبقى مواطنا أوروبيا وأن يستفيد من مزايا أن يكون مواطنا في الاتحاد الأوروبي وتقدم بطلب رسمي للحصول على الجنسية الفرنسية والحصول على جواز سفر فرنسي من أجل المحافظة على علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه كيف رد المغردون؟ كان هناك نوع من السخرية مثلا هذا الحساب يقول إذا كان سانلي جونسون على متن التايتانيك فهو كان سيدفع النساء والأطفال جانبا ليكون من أول من يصعد على قرب النجاة مغرد آخر كتب على صفحته عندما يدمر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة سيحتفظ ستانلي جونسون بحقوقه في الحركة الحرة ويمكن أيضا لبوريس جونسون ابنه التقاعد والعودة إلى أمريكا حيث ولد هذا البلد أصبح مسح على حد تعبيره طبعا هذا الموضوع سيأخذ حيزا كبيرا من اهتمام البريطانيين في الفترة المقبلة ليس فقط البريطانيين أيضا الأوروبيون سوف يراقبون التجربة البريطانية ويبنوا عليها طبعا فضلا عن المقارنات التي سوف تحدث بين بريطانيا قبل انفصالها عن الاتحاد الأوروبي وبعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي نتقل إلى السعودية وموضوع يتعلق بالدراما مسلسل أحدث جدلا كبيرا ليس فقط على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن على مستويات عدة مسلسل يحمل اسم ضخايا حلال بعد أن تم عرضه أثار غضبا كبيرا بسبب مشاهد وصفها الناشطون والمتابعون بأنها تروج للبيدوفيليا وهو ما دفع العديد من الجهات لأخذ قرارات حاسمة صحيح هذا الجدل والحملة الإلكترونية على السوشيال ميديا دفعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أحمد إلى إيقاف عرض هذا المسلسل وأيضا إزالة جميع الإعلانات المتعلقة به على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من بين التعليقات التي وردت مثلا عبدالله كتب لو لم يتم انتقاد المسلسل على منصة التويتر ووضع هاشتاج وحملة ضده ما كان ليصدر هكذا بيان من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وأسف أن الشعب هو من صار يستنكر مثل هذه الأمور والمسؤولين عنها صامتين أيضا عبيرة قالت في هذا الإطار غادة طبعا الهيئة العامة للإعلام ما عرفت هالمسلسل إلا من تراند في التويتر فيما أثار رجاء المطير مسألة تتعلق بالحريات وقال مسلسل ضحايا حلال أخطأ بتعريده الممثل الطفل لأفكار لا تناسب عمره وهذا مبرر كاف لإيقاف عرضه ومع ذلك لا أحد يتمنى أن تتوسع دائرة المنع وتتحول إلى تهديد يعيق حركة الفن ونموه للفن مساحة من الحرية لابد من حمايتها ومع هذا الموضوع المتعلق بالحريات وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي نكون غادة قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الأولى من عام 2021 وبالتالي نذكر بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام والدخول إلى الموقع المايدين دوت نات باللغة العربية لمزيد من المواد المكتوبة وفيديوهات المايدين جو وأيضا موقعنا باللغة الإسبانية ونتمنى أن أمسيها هادئة في بداية هذا العام الجديد لكل متابعي المايدين شكرا لك غادة الشكر موصول لكم مشاهدين على متابعتنا في هذه الحلقة من أنتم أونلاين نلتقي في حلقة مقبلة إلى اللقاء موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة